عز وجل طيب هو ربنا طالما يعلم سبحانه وتعالى جل وعلا ما منعش الراجل ليه لأنه مديله حرية الإرادة الراجل ده اللي دخل الخمارة ده واخد حاجة اسمها حرية اتخاذ القرار حرية الإرادة يعني عمل كده بمزاجه علشان كده ربنا خلق الجنة والنار الجنة والنار مخلوقتان طب هو خليهم ليه الجنة والنار لأنه هما بتكون دي عقوبة للاختار الوحش ودية مكافأة للاختار الحلو بس باختصار شديد يبقى الجنة والنار علامة اختيار الجنة والنار علامة اختيار الجنة والنار علامة اختيار لأنه مش ممكن يرغمك على حاجة وبعدين يدخلك النار مش ممكن يرغمك على حاجة وبعدين يعاقبك عليه مش ممكن يرغمك على حاجة وبعدين يحسبك عليه مش ممكن يرغمك على حاجة وبعدين يوبخك عليه لأنه أنت اللي مختار ده فهو تقول لي طيب ما أنت لسه أيل لنا من خمس ثواني أنه تم بعلم الله أنا قلت لك تم بعلم الله مش بقدرة الله مش بقدرة الله يعني مش ربنا سبحانه وتعالى اللي أمرك بدا أو دفعك إلى ده أو حثك على ده أو أمرك أو دعاك إلى ده ما حصلش ما حصلش خالص إطلاقا يبقى أنت اللي عمل ده باختيارك آه يبقى فهمنا الفرق ما بين علم الله وقدرة الله يا رب نكون فهمنا الفرق ما بين علم الله وقدرة الله كده احنا ماشيين عالي العال فسألنا سؤال رقم اتنين طب ربنا طالما ربنا يعلم أنه فلان الفلاني حيدخل القمار أو خلافه هو ليه ما بتدخلش بقدرته عشان يمنعه ليه الإجابة عن هذا لأنه ده قانون اللي ربنا خلق به الإنسان فالإنسان كائن مختار الإنسان كائن مخير الإنسان كائن مسؤول عن اختياراته أمال عشان كده قال لك إيه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلا السماوات ولا الأرض ولا الجبال اختاروا الاختيار اختاروا الاختيار اختاروا اختيار الفعل أمال إيه السماوات والأرض والجبال اختاروا الإجبار اختاروا الإجبار قال لك لا إحنا نعيش مصيرين إنما الاختيار ده بتاع الإنسان الإنسان هو اللي اختار الاختيار قال لك إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها واشفاقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جول فحمل الأمانة واختيار المصير وتقرير المصير دي مسؤوليتك أنت ده قرارك أنت لا تلومن إلا نفسك أنت اللي اخترت ده أو اخترت يبقى الجنة والنار على متان على الاختيار ليه لأن أنا وإنت اللي بنختار الجنة والنار اللي عاوز الجنة بيختارها واللي عاوز النار بيختارها بتختار الجنة والنار بإيه بعملك بتصرفاتك بتقوله بلسانك أنت اللي بتختار ده فالجنة والنار اختيار كل واحد فينا يعني أمال يا جماعة طب واحدة واحدة إحنا قلنا السؤال رقم واحد إيه عتنسي السؤال رقم واحد هل ربنا يعلم أن فلان حيعمل معصية بالتاريخ والساعة والوقت آه طبعا ربنا يعلم ذلك سبحانه وتعالى ما فيش كلام في هذا الله عز وجل يعلم مكانه وما سيكون علمه أزل سرمادي